عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي أهلاً بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحوارية وإحنا الحقيقة في الفقرة دي عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي عايزين نتكلم عن حفل The Best عايزين نتكلم عن منتخب الشباب وإن كان الكلام عنه حيكون زو سجون إلى حد كبير لكن دي كلها ملفات عايزين نفتاحها مع ضفنا العزيز اللي منوارني في حلقتنا النهاردة الأستاذ جمالي الزهيري أن نأخذ الرياضي يا صباح الخاصة على حضرتك أهلاً بي أستاذ كريم صباح الفل علي أخوارك يقوله تمام؟ الحمد لله عندنا كلام محلي وعندنا كلام دولي وعندنا متخب الشباب وعندنا بعد إذن حضرتك زمالتنا العزيز يا سالة حامد يبقى سالة الأول عشان ما نقطعش مع حضرتك الاستقسال والكلام فلناخد بس يا سالة نعرف منها كده مستجدات في النادي الأهلي ونرجع نبتدي كلامنا مع حضرتك يا سالة صباح الفل عليك يا سالة حامد من مقار النادي الأهلي بالجزيرة صباح الفل عليك يا سالة تفضلي إحنا سمعينك صباح الخير يا كريم طبعاً برحب بيك وأكيد برحب بضفق الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما أنت قلت يا كريم يعني حالياً أن أنت وقت داخل لمقار النادي الأهلي بالجزيرة عشان نقول لكم يعني كل الأمور والأخبار متعلقة بالنادي الأهلي وجميع فراء الرياضية وكالعادة طبعاً بيتي دايماً بالفريق الأول لكرة القدم تحت قاية مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريقه لنادي الأهلي وطبعاً يعني نادي الأهلي زي ما عارفين مبارح ختم استعداداته ويعني كل التدريبات لمباراة اليوم من هارضاً إن شاء الله نادي الأهلي في مواجهة فريق الداخلية وده في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النهاردة إن شاء الله مباراةه قام في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الأهلي والسلام ده بالنسبة لي فريق كرة القدم خليني نروح لجميع الألعاب الأخرى ونبتدي معاكم بفريق الماسترز أو فريق الكرة الطائرة تحت قاية الكابتن ميدو مسلحي وطبعاً مشاركة فيه بطولة العربية لكرة الطائرة نبارح النادي الأهلي يا كريم كان عنده مباراة مهمة مع نادي السوحلي الليبي وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة شواط نظيفة مقابل لاشيء وكده النادي الأهلي ضمن التأهل للمباراة القادمة إن شاء الله وهي مباراة النصف النهائي من البطولة اللي هتكون النهاردة ونادي الأهلي هيواجه فيها فريق السايب العماني في تمام الساعة مساءً وده هيكون طبعاً مباراة النصف نهائي من البطولة العربية وهتقام على نفس الصالة اللي عليها جميع المباريات صالة اتنين بإستاذ الكاهرة كمان سيدات كرة السلة مبارح كان عندهم مباراة مهمة بعد تواقف دولي لمدة شهر ونصف بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات أفريقيا لكرة السلة الأفرو باسكت مبارح كان عندهم مباراة مهمة في بطولة كأس مصر ودور التمانية مع فريق مصر التأمين وانتهت بفوز سيدات أو ملكات كرة السلة بنتيجة خمسة وتسعين تمانية واربعين ويمكن مباراة شهدت تقلق كبير من جميع لعبات النادي الأهلي وكمان لعبات النادي الأهلي الدولية يمكن كمان شاركوا حتى لو بوقت بسيط من البطولة زي ندين سلعاوي وثرايا محمد وكمان رانيم الجداوي ومش بس ملكات كرة السلة المبارح لكان عندهم مباراة في بطولات المحلية كمان فريق كرة السلة رجال تحت جاية مستر أجاصي بوش كان عندهم مباراة مع فريق الشمس ضمن منفسات بطولة منطقة القاهرة واللي انتهت لصالح النادي الأهلي بفارق 20 نقطة في المباراة يمكن كمان المباراة شهدت يا كريم يعني تقلق كبير من لعبي إلى نادي الأهلي وكمان يعني العديد من اللعب النادي الأهلي من فريق الشباب 20 سنة ده بسبب يعني التواجد أو في العديد من الغيابات عمري الجندي عمر طارق وسيف سمير يعني كانوا غيبين عن مباراة أمس وكمان إصابة أحمد اسماعيل وعبد الله ناصر ربيدو فبسبب كل يعني أو بسبب جميع الغيابات دي قرر مستر جاسي بوش أنه هو يصعد العديد من اللعيبة من فريق العشرين سنة تحت قائلة الكابتن ماجد سلامة وكده ندي الأهلي بعد مباراة أمس تأهل الدور التمانية من البطولة بطولة منطقة القاهرة وهيواجه فيها إن شاء الله فريق الزهور يوم الخميس القادم على صالة نادي الزهور من كده يا كريم يعني كانت كل أخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية طبعا أنا معك لو في أي سؤال ولأنا عودة مرور في الستوديو يتكلم لك طبعا يا كريم تفضل الحقيقة دايما أخبارك كلها جميلة يا سالة كالعادة بنشكرك على وجودك معنا النهاردة جزير الشكر كانت معنا الزميلة العزيزة سالة حامد من مقارن نادي الأهلي بالجزيرة طيب نروح بقى ونفتح ملفاتنا مع ضيفي العزيز اللي بنوارني النهاردة رسيس جمال الزهيري وخلينا نبتدي بعد إذن حضرتك بالنادي الأهلي إحنا عندنا ماتش مهم جدا مع الداخلية ماتش نقدر نقول عليه إن هو مش سهل من زاوية إن الداخلية كما عهدناها هي فريق دفاعي مش هقولك بحث بس إلى حد بعيد ففكرة اختراق هذا الفكر الدفاعي هل من ممكن يتأتب من خلال عرضيات من خلال اختراق من المنتصف يعني فكرة كولر ممكن يخترق الدفاع الفريق المنافس إزاي طبعا طبعا أي مباراة بالنسبة للنادي الأهلي تبقى لها أهمية خصوصا إنه النادي الأهلي بيسعى لإنه يعني يسترد درع الدوري مرة أخرى ويحافظ على استدارة اللي هو فيها حاليا ويمكن دي النقطة اللي إحنا دايما بنبقى متخوفين منها بعد عودة النادي الأهلي من بطولة كاسر عالم الأهندية أو دوري أبطال أفريقيا يعني حتة التوازن إنك تحافظ دي مهمة جدا وليه ما بتحصلش كتير لا هي كانت بتحصل يعني عادة كان النادي الأهلي على طول بعد ما بيخلص بطولة بيرجع يخش في البطولة التانية ما فيش مشاكل يمكن حصل بس في المسلمين الماضيين لأسباب برضو إجهاد اللاعبين بس برضو كمال يعني ساعات بتبقى الحكاية معكوسة يعني لو أنت مثلا كنت منغمس قوي في البطولات المحلية واختبالك وتطلع بطولة عالمية وبتلاعب مدارس كراوية مختلفة وفرق تقايل العالم فتهتز أمامهم ممكن يكون في شيء من المنطق في الحالة دي لكن احنا بيحصل معنا العكس يعني بنحجر جابد مع تقايل العالم وبعد كده نرجع على الدول المحلي ما هو لأن انت عشان تلعب على مستوى كاس العالم للأندية بتقابل مستويات عالية طبعا فبيبقى فيه جهد أكبر مبزول من اللعيبة طبعا فيعني زي ما تقول ايه بيستنزفوا طاقتهم في المعنوية والبدنية والمجرات فإنه هو عاوز يعمل حاجة بدليل إن فيه لعيبة كتير كان وبيبقوا ممكن يبقى بعيدة عن مستوى محليا وييجي فيه البطولة العالمية يحاول يطلع كل اللي عنده طبعا لكن يعني هو بمتقلق محليا وعالميا بس عالميا بيتحول بحاجة تانية طبعا هي الفكرة بقى إنه خلاص الأهل يرجع وخلص كاس العالم للأندية ودخل مباشرة على الدوري ودوري أبطال أفريقيا ومن هنا بقى يجب الحرص على كل مباراة خصوصا المبارايات الأولى اللي هو بيلعبها شفناه أمام أسوان قدر الحمد لله يحقق النادي الأهل يفوز كبير بعد كده عنده مباراة الداخلية حتى على مستوى دوري أبطال أفريقيا كان فيه شوية اتزاز يعني الأسباب برضو خارجية شوية في مباراة الهلال السوداني ثم مباراته الأخيرة بالزبط بالزبط حاجات صعبة جدا الحقيقة ونتمنى أنها ما تكونش موجودة طبعا بعد كده مباراته دام سانداونز برضو أعتقد أن النادي الأهل كان ممكن يعني يحقق أفضل يعني كان ممكن المباراة كان سيناريوهاتها صعبة جدا لغاية ما النادي الأهل يقدر أنه هو يتقدم اتنين واحد وهنا بقى تيجي مشكلة أخرى أنه إزاي أنت لما تتقدم في توقيت معين تحافظ على ده آه إزاي ما بيقولوا كده بلغة أهل الكورة تموت اللعب بحيث أن أنت تحتفظ بهذه النتيجة خصوصا أن المباراة أكدت أن هناك بعض المشاكل في الأداء الدفاعي فكان لازم يبقى فيه السيناريوهات دي تتوقف بمجرد أن أنت تحرز هذا في التقاطر قبل أن نقف عند الدفاع لأن دي برضو نقطة تستحق التأمل للحياة بالبطرة الأخيرة بس رجوعا برضو لنقطتين لقد تفضلت بذكره ماتش أسوان وماتش سانداون في ماتش أسوان كولر ابتدى بكهرباء وفي ماتش سانداون كانت درفع في البداية ببرسيتاو فهل دي فيها دلالة ما أو إشارة ما أنا شخصيا بفضل يعني أنا بشيت بكولر في الجزئية دي وفي نفس الوقت أتمنى تثبيت التشكيل يعني أنت عندك لما يبقى فيه لعيب متقلق النهاردة هتلعب بعد ثلاثة أيام لو هو ما عندوش مشاكل بدنية أو إصابة أو غيره يستحسن أنك تبتدي به ليه أنت لازم يبقى عندك دفع ومؤذرة لللاعب اللي بيجيد وكل ما ثبت التشكيل قد يكون حيثة التدوير مهمة برضو في حاجات أكيد يعني أنت عندك المجموعة اللاعبين اللي هم بيلعبوا تحت رس الحربة اللي هم الأجنحة الهجومية مهم جدا أنك تتطمن عليهم كلهم وأنه كلهم يبقوا يعني دي ميزة التدوير لكن يريد التدوير ده يبقى على فترات يعني فيها حرص أكتر طب في حالة يعني لو قفنا عند الاسمين دول بالتحديد في الماتشين دول بصفة خاصة وماتش أسوان وماتش سانداونس كهربا وبرسيتا وهل نقدر نقول من خلال كده أن كولر بيميل شوية للمهاجم الوهمي أو اللي هو اللي مش صريح أو أو راس الحربة الوهمي طبعا لأن لأن في أحوال كتيرة جدا قد يكون في ظل وجود عندك مشكلة الناس كلها معترفة بيها الجميع يعترف بيها مش على مستوى الأهلي فقط على مستوى الدوري كله قلة المهاجمين الهدفين اللي هم الصراحاء يعني المهاجم الصريح طبعا فأنت بتبقى لازم يكون عندك اعتماد على الخط الهجومي ككل ممكن هو اللي يزجل يعني مش بالضرورة أنه المهاجم الصريح ما هيش مهنة يعني أيها طبعا يعني آه وكانش بقى فيه مدفعين ساعات بالضبط ولذلك فيه كمان مدفعين طبعا أنت بتعمل نوع من الخلخلة وإحنا ما شفنا الجول الرائع اللي أحرازه محمد عب ميناء في مقارات مهم جدا وأعتقد لو اتعادت ألف مرة مش هتتعمل أفضل من كده صحيح يعني فطبعا مسألة التهديف مهمة لكن أنا دايما بقى نرجع لماتش الدخلية أمام أي فرق بتعتمد على الناحية الدفاعية خصوصا أن الدخلية في المركز الخمستاشر وحاوز طبعا يحصل على أي نقاط أنت المفروض وانت بتهاجم لازم لا بديل عن أنك تعتمد على تأمين دفاعي كويس جدا وتكون حذر جدا من الهجمات المرتدة لأن انت بتبقى مندفع بكل قواك الهجومية طبعا وبالتالي المنافس ممكن يكون هو باني خطته أساسا على هذا الاندفاع يقطع كورة ويبتدي هجم بالزبط وممكن لو أحرز هدف يحطك في مشكلة كبيرة جدا فنرجو طبعا أنه يبقى فيه اهتمام بهذه الجزئية ومراعات العمق الدفاعي حتى في حالات هجومك وحرصك على أن أنت تسجل مبكرا طيب الفترة اللي فاتت كان فيه أكتر من ماتش فأكتر من بطولة مختلفة محليا وقريا كان لهم ظروف وملابسات خاصة بعيدا عن الملابسات الخاصة رؤية حضرتك لأداء النادي الأهلي محليا وقريا في الفترة الأخيرة بشكل عام من غير التفاصيل اللي إحنا إيه من غير التفاصيل أهم حاجة تلفت نظري أنا شخصيا أو بلاحظها وممكن يكون ناس كتير يتفقوا معايا هي جزئية امتى تموت الماتش يعني أنت أمام ريال مادريد كان ممكن النتيجة تكون أفضل كتير كان ممكن تنتهي بنتيجة اتنين واحد نفس الشيء قدام فلمينجو ونفس الشيء كمان في مباراة كتير أنت ممكن تكون بتتعرض أخيرهم مباراة سامداونز يعني إمتى توقف اللعب وتموت اللعب طالما ده في مصلحتك هي دي نقطة أعتقد طبعا هي مش غايبة عن الجهاز الفني بس ما نتجهاش ليه يعني في رأيي حضرتك رؤيتك كده تعال عند موتش ريال مادريد بصفة خاصة ليه ما موتناش اللعب بعد مرحلة معينة ما هو أنت ممكن ما هو بيبقى عندك طموح زيادة اللي هو بيخليك على طول عايز معتقد أن أنت في فترة قليلة تقدر تقلب النتيجة لكن أمام فرق كبرى ما هو في فرق أنت ما تقدرش تجاريها يعني على مستوى مثلا ريال مادريد مش هتقدر تجاريه لأنه هو زي ما احنا شفنا في خمس دقايق في الوقت البدر الضايع أحرز هدفين جولين صحيح وجولين ما لهمش أي لازمة ما لهمش لازمة وبمنتهى البساطة يعني ممكن ما يبقاش في زينة أي حد يعني حتى ده تشوفوا في شعور لعبتك وهم حاسنين إيه ده خلصت إزاي كده لأنه هم طبعا فرق الكبرى عندهم والمهارات اللي موجودة بتديهم الإمكانية أنه هو يخلص في أسهل وقت أو في أقرب وقت وده برضي وده بخلينا نقول دايما بنبقى زعلانين على إيه على الفرصة اللي أنت بتضيعها يعني اللي إحنا بنضيعه لأنه ممكن يفرق معك جدا زي ما شفنا يعني في المرحلة الأخيرة لكن أهم حاجة أهم حاجة من وجهة نظري برضو في التوقيت الحالي الدوري الحفاظ على الفارق ده مالوش حل لازم يعني أنت لغاية النهاردة كل الفرق هينفع المزيد من يعني اللي هو بيسموه نزيف النقاط في أصدقالي هو الحمد لله لغاية دلوقتي مفيش ونتمنى أن ده يستمر وحتى كل الفرق لعبة تكتر منك بثلاث ماتشاط مثلا ومع ذلك لسه ما وصلش أنه يتعدل معك في النقاط فلابد من الحفاظ على الجزئية دي لأن هي مجرد أن الأهل ينجح فيها دي هتقضي على كل الطموحات عند المنافسين فنتمنى طبعا بالنسبة للمباراة النهاردة يبقى أن دي الأهل موفق فيها جدا بإذن الله ويحقق الفوز اللي احنا عايزين طيب ننتقل بقى وأنا بصدد تقديم حضرتك وتقول أنه أكيد الكلام سيكون كلام زو شجون أيها منتخب الشباب حاجة صعبة جدا مش أصلي أصلي أنت ممكن الفريق يكون في بعض العيوب زي ما احنا بنتكلم كده إنما أن أنت تبقى داخل بطولة أنت مستضفها يعني المفروض أن ده عنصر تفوق ليك وما بداية مع أضعف الموجودين معك في المجموعة وما تقدر تحقق هدف واحد تسجل هدف واحد وبعدين أنت اتعدلت مع موزنبيق ثم خسرت من نيجيريا لسه فيه أمل يعني يعني بس الحقيقة الحق يقال قبل مباراة السنغال تعرض جهاز الفني واللعبين لهجوم شديد جدا للأسف كمان من داخل اتحاد الكورة بعض المسؤولين في اتحاد الكورة اللي ابتدوا يخلوا مسؤوليتهم عن الموضوع اعتراضا على النتيجة والأداء ولا اعتراضا على الموضوع الفني ولا اعتراضا على رغبة في القفز من المركب طب انت بتقول مثلا ما احترامنا الكابتن محمود جابر بتقول ان محمود جابر مش قد طب انت سبته ليه هتيجي تقول اللي عينه لجنة احمد مجاهد طب لجنة احمد مجاهد كانت معينة شوق غريب للمنتخب الولمبي جدد الثقة فيه وانت جيت خدت قرار باقالة او بعدم تجديد التعاقد واحنا اصلا هنفضل في الفكر ده لغاية امت ما هو الفكر ده شفت لكل واحد يخلي مسؤوليته وتعبير البلد للأسف للأسف الشديد احنا لو في ظلنا نعتمد على كل واحد بيخلع ايده من الموضوع مش هتوصل لحاجة لانه في النهاية انت مسؤول طالما جددت الثقة في مدير فني او في جهاز خلاص انت المسؤول عنه وتطلع بمنتهى الشجاعة تقول انا غلطت في كذا وتحاول تصالح لغاية النهاردة مجلس ادارة اتحاد الكرة ما قالش حاجة يعني ما فيش اي اكشن او تصرف يقول انه هو ناوي يعمل حاجة فطبعا بنتمنى ان ده يعني لانه في النهاية انت عشان يحصل عندك تفوق في الكرة المصرية لازم يكون عندك المراحل السنية المتتالية هي الافضل يعني في قمة مستوها يعني بطولة افريقيا ليس اقل من انك تبقى البطل ده لازم يبقى هدف بعد كده توصل كاس عالم للمرحلة السنية زي اللي حصل مع كابتن حسن شحاتة وكابتن شاوق غريب على التوالي في اكثر من بطولة وبالتالي تم منهم حتى اختيار الجهاز الفني اللي هو يقود المنتخب الاول يعني هو جهاز المنتخب الاول اللي حقق 2006 و2008 و2010 كان يقوده جهازين اتعامل منهم خلطة حلوة ونجحت فيما بعد فانا اتمنى ان ده يتم ومش هقول يعني مش هطالب زي الكثيرين باستقالة اتحاد الكرة ها طالما هم مش عندهم مش التوجه ده بس على الاقل لازم يتحط برنامج هم وغير هم لازم التوجه هنا يبقى موجود عندهم عشان تنصالح الاحوال بالزبط وإيه المانع انت تبقى لو انت مش حاسس ان انت فشلت في حاجة زي ما انت بتقول في قطاعات كتير تقول انا مش قادر طب هو اللي احنا شفناه انجاز اننا سميه تراهل في الاداء وفي الشكل العام تراهل مرجعته ايه في رأي حذك هل المشكلة في الإدارة الفنية هل المشكلة في كواليتي اللعيبة اللي تم باختيارهم كل بس كل ده يعني كل مش حقدر اقع فيه يعني دايما المنظومة الناجحة زي ما بنحمل المسئولية يعني فيه قصور من كل الاطراف طبعا طبعا وبعين انت كمجلس ادارة لما تلاقي فيه مشكلة متكررة او ملاحظة انت شايفها لازم تعمل تعديلات يعني هو الشيء كويس ان انت تدي المسئولية لحد وتسيب اثناء اداءه العمل انت بترائب برضو هل تم هل تم اولا توفير برنامج اعداد قوي المستوى الفني المتدرج لهذا المنتخب هل بيعلى ولا زي ما هو ولا بيقل هل قرارات المدير الفني سليمة فانت تؤيده وتدعمه ولا عشان كده مهم انه يبقى فيه حاجة فنية مش هقول لجنة سميها اي حاجة حاجة فنية جوه اتحاد الكرة بترائب الاعمال دي كلها يعني مش هقول مجلس الادارة يعني زي مثلا لجنة تخطيط لجنة فنية جوه المنظومة تشوف تشوف تعمل عملية تقويم احيانا او تعديل للمشوار يعني ما سيبوش لغاية ما يغرق وبعين اقول انا مش مسؤول عنه انا ما عرفوش يعني يقول لك احنا ما نعرفش الراجل دي جزير كلا سيد جمال برضو احنا بنعاني منها بقالنا سنين طويلة وانا هنا مش بتكلم على منتخب الشباب ولا على غير ولا بتكلم على حالة عابلة على المنظومة هي نظام فكري يعني امتى المسؤول هيتحمل مسؤوليته وامتى حيكون فيه عقوبات راضعة وامتى حيكون فيه يعني قوانين راضعة وتخلوا من الصغرات يعني احنا عندنا في كتير من الاحيان بتلاقي وخصوصا في حالة جلب مدير فني اجنبي وبالتالي ميزانية معتمدة وارقام ضخمة جدا في الحالة دي من باب أولى ويبقى فيه فعلا كل اللي حدكت افضلت بيه وفيه رقابة وفيه وفيه محاسبة عند اللزوم لكن احنا سياسة المال السائب دي حدكت اخلص منه ومش عيب ان انت تغلط في اختيار بس ممكن تعدله يعني مثلا زي وحصل حصل هقولك هنا في النادي الاهلي لما جه سوارش الظروف كلها كانت مش مساعدات فمقدرش يحقق النتائج المطلوبة رغم كده مجلس الادارة عمل ايه لازم يتدخل او اللجنة الفنية او لجنة التخطيط لازم يبقى فيه تدخل لتعديل المسار الى ان وصلنا الى مرحلة كولر وبقى فيه يعني انتظام اكتر فيه نتائج افضل ده مهم جدا ومش عيب يعني على فكر انا بعتبر ده جزء من مقومات الادارة المزبوطة ان انت يعني مثلا هل نعلم اي شيء الان عن المنتخب الولمبي بيعمل ايه هل نعلم اي شيء عن المنتخب الاول هل فيه متابعة للاداء انا شايف للأسف ان هناك حالة من الانبهار النظري بالمديرين الفنيين المسؤولين لكن لازم نشوف هم طلباتهم ايه والى اي مدى وصلوا يعني هل فيه برنامج اعداد فعلا قوي ولا المسألة ماشية وده رجعنا تاني برضو سيد جمال للمعاضلة الازالية بتاعت المدير الفني الوطني بالمقارنة بالمدير الفني الاجنبي وخصوصا في حالة منتخب سيد كريم اي جنسية مصري اجنبي لازم يبقى وراها منظومة نجحة منظومة يعني فعالة لانه ما ينفعش ان انت تيجي مثلا تتعاقد مع حد اجنبي او مصري وتسيبه يعمل اللي هو عايزه وكأنها مسألة شخصية وساعات بيحصل العكس بيبقى هو عايز يعمل حاجاته ومش قادر يعملها لانه بيصطدم بواقع معين هو حاس استجاهه بغربة هو جاي من عالم حال انت لازم انت اللي تكون بتساعده مش حد تاني للمصلحتنا للمصلحة ايوها فعشان كده لازم يبقى فيه من هنا انا بقول مش تدخل في العمل بس فيه متابعة يعني احنا بنعمل دلوقتي مثلا مشرف على منتخب الاول مشرف على المنتخب الولمبي اللي هو بيكون عضو مجلس الادارة مثلا وهو حلقة الوصل مع اتحاد الكورة او مجلس الادارة المشرف ده بحكم انه غالبا بيبقى لعب كورة او لعب كورة سابق يعني لازم يكون له دور مش تدخل يعني هو بس الفكرة المشرف مهمته انه هو يوفر جميع العناصر لو فيه هو بحكم انه هو مصري فبيسمع اراء ينقل الى المدير الفني يعني ما يتسبش اي مدير فني لغاية ما ياخد الفرقة كده وينزل للبحر ازاي يعني وبياخد عصاب نمعه وبتاخد فلوسنا وبنغرأ كلنا بالزبط كده وبعدين لازم تدخل للتعديل والتقويم طيب ده فيما يتعلق بيه المدرأ الفني سواء كانوا وطنيين او اجانب طيب بالنسبة فقا للمنتخب نفسه ومنتخب الشباب نفسه هل حضرتك شفت فيهم حد يصلح ان هو يتطعم بيه المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول في يوم الايام شفت حاجة استثنائية لا اهم حاجة بالنسبة عشان يبقى انت عندك في كل منتخب كل ما بيتقدم في المستوى البطولات اللي بيشارك فيها كل ما هو بيستفيد وبيبقى مستوى افضل فانت هتقدر تستفيد منه في المراحل المرحلة السنية الكبرى في المراحل اللي كان فيها منتخب الشباب والمنتخب الناشئين والمنتخب الاولمبي فيه اداء ونتائج ووصول لبطولات كبرى على طول بيتخذ منهم اكتر من لاعب وهم قوام المنتخب الكبير او بيدخلوا مع المنتخب ده مش ممكن يحصل بسهولة لو انت بتعمل الموضوع فردي يعني هتيجي دلوقتي عايز تختار لعيبة تختارهم منين يعني من اللي انت شايفهم من اللي انت شايفهم على مستوى يعني ايه بشكل فردي لكن ما تقدرش تقول مثلا انا المنتخب ده هيتصعب ما احنا لو كنا شوفنا لا سمح الله اذا استثنائي الجماعي كنا عنقول المنتخب كله يطبق لكن ده احنا حتى بنتنشق على حالات فردية يعني اللعيب الحلو بيبان حتى لو فماتش هو خسران فيه قليل قوي يعني في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها يعني مفيش حد لفت نظر حضرتك خالص لا فيه بس قليلين جدا وما هماش يعني ملمعوش طب وجود اكتر من عنصر محترف كان لده اي نعكاس طيب يذكر في الليل حاذاك شوف طبعا ولو فيه اي نعكاس من غير ما انا اقول رأيه حيبان اه طبعا يعني والحاجة الحلوة بتفرض على طول يعني مش هقولك مثلا هتلاقي فيه تقلق هتلاقي فيه اللاعب بيفرض نفسه يا سيدس كريم اللاعب المتفوق بيفرض نفسه بايه يعني تقدر تقولي هل فيه اي فعالية هجومية لمنتخب الشباب اللي انهى مشواره او انتهى مشواره هل فيه اي فعالية ما لو فيه فعالية كنا جبنا جون يعني كنا احرزنا هدف ده منتخب يا سيدس جبال احري بنتكلم في موضوع هو حديث زيوشي جون نبعد نبعد يعني تعالى بقى نروح لدباست الحدث الابرز واللي كتير جدا من المحبي وعشاقها كرة القدم ورموزها ونهمها بيتابعوه طبعا كل سنة شفت الجواز منطقية شفت ان فيه ظلم شفت ان فيه تعدي على حقوق حد تاني اولى لا انا شايف انه منتخب الارجنتين كان له تواجد قوي جدا او ده جمهور وكبان خد جايزة وجمهور وكبان خد جايزة يعني مدير الفني افضل مدير فني سكلوني المدير ميسي طبعا حارس المرمى حارس المرمى مارتينيز وجمهور نفسه برضو اخد جايزة لانه سيناريو البطولة الحقيقة يعني يعني ممكن شوف احنا متابعين ميسي من كم من سنين طبعا يبان جدا في كاس العالم الاخيرة في قطر اه طبعا الدور اللي لعبه طبعا ميسي مع فرقته صحيح بمهارته الفردية وبقيادته وبقيادته وكل شيء وبسباته الانفعالي ببعض المشروعات جدا لانه كمان ده منتخب الارجنتين لما يخسر اولى مبارياته في كاس العالم من المنتخب السعودي طبعا الشقيق اه لا ده الناس طبعا يعني فيه ناس كتير صادمة بالنسبة لهم صادمة بالنسبة لهم وان كان بعض الناس احيانا بيتفاعلوا للمنتخب البطل اللي بيخسر اول مباراة يعني بيقولك اه لا ده هيكمل عبر التاريخ دايما بيوصل لكن فعلا هو منتخب بقيادته الفنية نجح تماما انه هو يبهر الناس في هذه البطولة ميسي على وجه التحديد لانه كان في المقابل فيه كريستيانو منتخب البرتغال اللي انا بقول برضو انه هو اتظلم في انه هو اتعامل معاملة على انه هو انتهى هو ما انتهاش وراجل نجمه كان يستطيع تحويل الامور او تعديل الامور لو استمر مبسوط من وجوده في الدوري السعود طبعا لا هو وجوده طبعا حاجة كويسة جدا لأي دوري مفيد بالنسبة له ما بيش شك طبعا انا بكلم عنه هو يعني رؤيتك لهذه الأسطورة شوف ونهاية مشواره شايف ان دي النهاية لا هي اولا اولا نهاية مشواره انا ما باعتبرش ان دي نهاية سيئة بالعكس انا شايف انه هو هو جرب كل الاندية الكبرى واحترف وتقلق بس بيني وبينك بقى مش عايزين حد يسمع لما حد يلاقي هذه الفرصة المادية طبعا طبعا لازم انه هو هيقبلها خصوصا انه انه هو بعد ما ساب ريال مدريد الدنيا برضو ما كاتش فأصبط ما كاتش فأصبط أحوالها فهو بالنسبة له تجربة حلوة جدا دوري السعودي من الدوريات القوية بالاضافة الى الفوائد المادية اللي هتعود عليه طبعا كان فيه كلام من فترة عن احتمالية انتقال ميسي هو كمان لوحدة من الفرق السعودية ورجعنا بعد كده نقرأ ونشوف اخبار بتقول انه لأ غالبا في حال رحيله عن باريس انجرمان هيروح غالبا للدوري الامريكي الامريكي لا هو طبعا هي التجربة نفسها ممكن تكون مليمة لحد زي ميسي لان ميسي النهاردة برضو حقق كل احلامه وطموحاته في كرة القدم بحصوله على كأس العالم وفوزه بلقب الاداف ولقب الافضل كل هو قفل كل حاجة الحقيقة فممكن جدا تبقى مرحلة بالنسباله يفكر في حاجة بهذا الشكل لو العرض مغري غالبا مفيش حد حيفكر من يعرض على ميسي رقم مش قد كده ممكن يتعرض عليه روح السعودية بقى كمان يبقى المنافسة بينه وبين كريستيان مستمر ولكن على أرض أنا بذكر حضرتك أستاذ جمال شكرا بوجود معاك ونتمنى التوفيق رب إن شاء الله طيب حضرات احنا هنطلع فاصل ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تالت وآخر فقراتنا الحوارية وهي بالمناسبة فقرة طبية مسجلة مع دكتورة إيمان المراجدي ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله صباح الفل عليكم